اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في شتى المجالات خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية جاء ذلك خلال استقبال سمو حفظه الله اليوم في قصر الرفاع بحضور سعادة الفريق الروكن ذياب بن صغر النعيمي رئيس هيئة الأركان مع الفريق أول قمر جاويد باكوا رئيس هيئة أركان القوات البرية الباكستانية حيث رحب سموه برئيس أركان القوات البرية الباكستانية مشيدا بالعلاقات المتميزة مع جمهورية باكستان الإسلامية ودورها في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي وقد تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء بتسليم رئيس هيئة أركان القوات البرية الباكستانية وسام البحرين من الدرجة الأولى الذي منحه إياه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه تقديرا لجهده الطيبة ودوره البارس في تعزيز ودعم علاقات الصداقة والتعاون والتنسيق في المجال العسكري والدفاعي المشترك بين البلدين الشقيقين وتم خلال اللقاء استعراض عدد من التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك من جانبه أعرب رئيس هيئة أركان القوات البرية الباكستانية عن امتنانه لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على تفضله بمنحه الوسام مؤكدا شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من حرص واهتمام بفتح آفاق أوسع في مسار العلاقات البحرينية الباكستانية